أعوذ بالله من الشيطان الوجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صغاط نستقيم تنسيل العزيز الوحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثره فهو لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنظرهم لا يؤمنون إنما تنظر من انتبع الذكر وخشيه ورحمان بالغيب فبشره بمغفوة وأجر كريم إنا نحن نحن الموتى ونكتب ما قدموا وآساوهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وغرب لهم مثل الأصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أوسلنا إليهم سنين فكذبوهما فعزسنا بثالث فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما آتم إلا بشر من ذلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن آتم إلا تكذبون قالوا وابنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيئنا بكم لإن لم تتغولن وجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا قائركم معكم أإن زكعتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة وجل يسعى قال يا قوم اتبع المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطغني وإليه تجعون أأتخذ من دونه آلية جنيه يردني ورحمان يردني ورحمان بذل الله تغن عني شفاعة شيء ولا يوقظون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفوا لي وبي واجعلني من المقومين وما أنسلنا على قومه من بعده من جود من السماء من السماء وما كنا موزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم غابدون يا حسوة على العباد ما يأتيهم من وسول إلا كانوا به يستغزئون ألم يغوكم أغلقنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها ججنات من نخيل وأعناب وفجونا فيها من الضيون ليأكلوا من سمغه وما عملتوا أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خنب الأسواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النغار فإذا كم مصلمون والشمس تجدير مستقر لك ذلك تقدير العزيز العليم والقمر من دونهم ناسنا حتى عادة العرجون القديم لا الشمس ينبغي لك لا تدرك القمر ولا الليل سابق النغار وكل فيه فلك يسبحون وآية لهم أننا عملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء ورقهم فلا صريخ لهم ولا هم يؤمنون إلا وحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل له هدقوا ما بين أيديكم وما خفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات غربهم إلا كانوا عنها معدطين وإذا قيل لهم أوفقوا مما وسخكم الله قال الذين كفهون الذين آمنوا أنتعبوا لو يشاء الله قطعمه إن أنتم إلا تكذبون إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينسرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يفسقون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أغنهم يرجعون ونفق في الصور فإذاهم من الأجداث إلى وربهم يوصلون قالوا يا غيلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعده الرحمن ما وعده الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذاهم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم النفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل الفاكهون هم وأزواجهم في صلال على الأوائك متقئون له فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولهم من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم عامد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدوف مبين ونعبدوني كذا صغات مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيوا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اللو نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لقمصنا على أعينهم فاستبقوا الصغات فأنها يبصدون ولو نشاء لقمصناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يتجعون ومن نعمره نكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكره وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ومنهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نسرهم وهو له وجود محضرون فلا يحسنك قولهم إنا نعلم ما يحسنون وما يعلنون أولم يغل إنسان أننا خلقناه من نطفة فيدا وخصيم مبين وضغب لنا مثلا ونسي خلقها قال من يحيي العظام وهي غميم قل يحييها الذي أنشأها أو ظلمها وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخذ غناوا فإذا آتم منه ننقدون أوليس الذي خلق السماقات والأعظم قادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أغاد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون